موسيقى ربعا بيت وقيت الجزائر أهلا بكم إلى هذا الموعد داريخ بري في المستهل أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء بدار الشعب العاصمة الجزائر على مرسم أحياء اليوم العالمي للشغلة ووضع رئيس تبون إكليلا من الظهور أمام النصب التذكرية المخلد لروحي الشهدين عيسى تدير وعبد الحق بن حمودة كما ترحم على أرواحي العمال والنقبيين شهداء الثورة التحريرية والواجب الوطني شكرا 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 أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعة بداري الشعب العاصمة الجزائر على مراسم إحياء اليوم العالمي للشغلة ووضع الرئيس تبون إكليلا من الظهور أمام النصب التذكري المخلد لروحي الشاهدين عساد إدير وعبد الحق بن حموتة كما ترحم على أرواحي العمال والنقابيين شهداء الثورة التحريرية والواجب الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رئيس تبون وفي كلمة له بالمناسبة أكد أن الاحتفاء باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقبية وبكل ما يحمله من ركائز التاريخ المعاصر للجزائر يعد فرصة لاستذكار الكفاح والتاريخ الطويل من النضال الذي قده رجال شرفاء قدموا المصطحة الوطنية فوق كل اعتبار كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الحراكة المبارك أنقذ الجزائر من ممارسات مشينة دعيا في السجاق إلى ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمالي الجزائريين وكفة الوطنيين الأحرار من أجل الوصول إلى قرارات صائبة في صالح الطبقة العاملة والاقتصاد الجزائري إلى الحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفوصل اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد وبخصوص آخرية تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت وزارة والصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ثلاثة وثلاثون شهيدا وسبعة وخمسون جريحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وزارة والصحة وفي بيان لها الأربعاء كشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصيوني على القطاع إلى أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانية وستين شهيدا وأكثر من سبعة وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسة وستين جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تخت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف جيش الاحتلال لمباني سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة شمال القطاع وأفادت مصادر محلية بوصول عدد من الشهداء والجرحة إلى المستشفى الأهل المعمداني في المدينة بينما جرى انتشال ثلاثة شهداء وأربعة جرحة بينهم أطفال عقب القصف وفي شمال القطاع أيضا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أحياء مختلفة في مدينة غزة على غيران الزيتون وتل الهوى والصبر كما استهدفت غرات الاحتلال وقصفه المدفعي مناطق وسط قطاع غزة وجنوبة حيث أفادت مصادر وسحية باستشهاد فلسطينية في قصف على شرق مدينة رفح كما أغار الطيران الحربي للاحتلال على مخيمي النصيرات والمنطقة الشرقية لمدينة دير البلح ما تسبب في سقوط شهداء وجرحة وتدمير مزيد من المباني والممتلكات حضر مسؤول عملياتي الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفث من أن اشتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح جنوب قطاع غزة سيكون مأساة تفوق الوصفة وقال غريفث في بغان إن العالم منفك يدعو منذ سبيع السلطات الإسرائيلية إلى تجنيب رفح الاشتياح لكن عملية برية تلوح في الأفق القريب حسب وصفه مشددا على أن الخطوة ستؤدي لمزيد من الضحية والصدمات الحقيقة هي أن شن عملية برية في رفح ستكون ببساطة مأساة تفوق الوصف ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع وكل ما عد ذلك هو مجرد تفاصيل بالنسبة لمئات الألاف الذين فروا إلى أقصى جنوب قطاع غزة هربا من المرض والمجاعة والمقابر الجماعية والمعارك المباشرة فإن غزوا بريا سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والصدمات بالنسبة للوكالات التي تكافح من أجل تقديم مساعدات إنسانية على الرغم من المعارك والطرغ غير القابلة للعبور والذخائر غير المنفجرة ونقص الوقود والتأخير عند نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية فإن غزوا بريا سيكون بمثابة ضربة كارثية نحن في سباق لدرء الجوع والموت ونحن نخسر شدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الأربعاء لأن الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة من خلال اتفاق هدنة بين الاحتلال وحماس يكون مرفوقا بالإفراج عن المحتجازين بلينكين وفي تصرحا له لفت إلى مقترح اتفاق الهدنة المطروح على طاولة المفاوضات معكدا أن لا مجال للتأخير في الوصول إلى هدنة وفق تعبيره حتى في هذه الأوقات الصعبة للغاية نحن عزمون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد المحتجزين إلى ذويهم هناك اقتراح مطروح على الطاولة وكما قلنا لا تأخير ولا أعذار وقد حان الوقت الآن لإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم علينا أيضا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون من تباتل إطلاق النار نركز على تزويدهم بالمساعدات التي يحتاجون إليها إن الغذاء والدواء والماء والمأوى هي أيضا مسائل تشغل بالنا في العمل الذي نقوم به أعلن وزير الخارجية تركيها كان فيدان الأربعان بلاده قررت لانضمامه إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية وفي متمر صحفي مع نظيرته الاندونيسية ريتنو مارسودي في أنقرة أضاف فيدان أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي قاف هذه الجرائم وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوة إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر من العام الماضي بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطع غزة لقد قدمنا اليوم نتائج مشاوراتنا لرئيسنا ووفقا للقرار السياسي الذي تم اتخاذه أريد أن أذكره لأول مرة هنا قررنا الانضمام إلى الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية محكمة العدل بهذه الخطوة نتوقع أن تسير العملية في محكمة العدل الدولية بطريقة صحيحة ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى خمسة وسبعين بالمئة وتجاوزت نسبة الفقر حاجزة تسعين بالمئة فيما توقفت خمسة وتسعون بالمئة من المنشآت الاقتصادية عن العمل ودمر خمسة عشرة قطاعا أو خمسة عشر قطاعا حيويا بفعل الحرب الإبادة الجمعية التي يرتكبها الاحتلال والخسار المطبق على غزة طيلة ثمانية عشر عاما وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن ألاف العمال استشهدوا وفقد أكثر من 200 ألف شخص أو فقد أكثر من 200 ألف شخص وظيفته خلال الأشهر الأولى من حرب الإبادة الصهونية على القطاع تأتي مناسبة يوم العمال العالمي وما زال الاضطهاد الشديد وغير المسبوخ ضد العمال في قطاع غزة حيث قتل الاحتلال الآلاف خلال حرب الإبادة الجماعية أبلغت نسبة البطالة 75% مطلع 2024 مقارنة مع 46% قبل الحرب فيما فقد أكثر من 200 ألف شخص وظيفته خلال أول ثلاثة أشهر من الحرب كما ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% في قطاع غزة في وقت توقفت 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل تماما المكتب والعالمي الحكومي حمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي وندعو دول العالم الحر والمنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونطالبهم بتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في قطاع غزة لسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب هذا ويعيش العمل الفلسطيني في يومه العالمي رحلة بحث عن مصدر رزق يعيل به عائلته النازحة بعد أن فقد ألاف العمال الفلسطينيين مناصبهم بسبب العدوان الصيونية الشاملة على غزة وظفتها الغربية لتتسع دائرة البطالة والفقر في أوساط الفلسطينيين أغلقت المصانع ومشاريع البناء علقت إلى أجل غير مسمى والأراضي الزراعية جرفت فالعامل الفلسطيني سيق إلى البطالة قسرا تزامنا مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سبعة أشهر بعد أن شرعت سلطات الاحتلال في ملاحقة العمال واعتقالهم والتنكيل بهم وتوقيف مشاريعهم الصغيرة وتسريح أعداد كبيرة منهم في العديد من القطاعات انضمت كل قطاعات العمال لجيش البطالة التي كانت تبلغ نسبتها قرابة 47% قبل العدوان فتعطل عمل عمال النقل العام البالغ عددهم 20 ألف عامل وعمال البناء البالغ عددهم 40 ألفا وعمال الخياطة البالغ عددهم نحو 10 ألاف عامل وعمال الزراعة البالغ عددهم 35 ألفا وعمال قطاع السياحة البالغ عددهم 5000 وعمال الصناعات والورش المعدنية البالغ عددهم 40 ألفا وقطاع الصيد الذي يعمل بها 4000 صياد لنصبح أمام جيش بطالة يقارب نصف مليون متعطل عن العمل تعطلت عجلة الاقتصاد وكل المؤشرات توحي بأن حوالي 500 ألف عامل من الضفة وغزة فقدوا فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة منهم قرابة 200 ألف عامل داخل الأراضي الثمانية والأربعين بالإضافة إلى العاملين في السوق المحلية ليصبح قطاع عمال الداخل الأكثر تضرورا وترتفع معدلات البطالة فتصل إلى 75% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 46% في الربع الثالث من عام 2023 ويزداد الطين بالله الاحتلال قتل آلاف العمال وهدم بيوتهم وأماكن عملهم وشردهم ودمر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل وجرف وقصف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية خاصة الأراضي الحدودية التي تعد سلة الغذائية للقطاع ومنع إدخال الغذاء والوقود وقطع الكهرباء والمياه ليعيش القطاع في ظلام دامس منذ أكثر من ستة أشهر ما لا يقل عن 70% من عمال قطاع غزة تعرضوا للاعتقال والتحقيق والتنكيل ونتيجة لظروف الملاحقة والتحقيق القاسية استشهد عدد من العمال من قطاع غزة وبين الحين والآخر تداهم سلطات الاحتلال أماكن إقامتهم بعد ترحيلهم مرتين ما فاقم معاناتهم فلم يعد باستطاعتهم توفير أي مصدر دخل لإعالة أسرهم في ظل عدوان مستمر على قطاع محاصر يموت جوعا هذا ودعت حركة المقاومة الاسلامية حماس إلى خراك عالميا يجرم انتهاكات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين في غزة وظفتها الغربية ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وأشهدت الحركة في بيان بمناسبة يوم العمال العالمية بنضال العمال الفلسطينيين ودورهم في مشروع الشعب المقاوم مشيرة إلى ارتفاع وطيرة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال صيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بينما تحتفل دول العالم كل عام باليوم العالمي للعمال في مثل هذا اليوم الأول من ماي لا يزال العمال الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والملاحقة والحصار والعنصرية والتذيق والمنع من أبسط الحقوق ارتفعت وطيرة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا حيث صعد من عدوانه الهمجي بكل فاشية وسادية ضد هذه الشريحة المجتمعية التي تشكل ركيزة مهمة من نسيج شعبنا الصامد المرابط كما طلبت حماس الحركات العمالية في كل دول العالم خصوصا العمال في قطاع غزة أو في قطاع النقل والموانئ بعدم التعامل مع شركات الشحن الصيونية وتكثيف كل أشكال المقاطعة للاحتلال نطالب الحركات العمالية في كل دول العالم خصوصا العمال في قطاع النقل والموانئ بعدم التعامل مع شركات الشحن الصيونية وتكثيف كل أشكال المقاطعة للاحتلال المجرم الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي على مدار أكثر من نصف عام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي شكلت امتدادا لجرائمه المستمرة ضد شعبنا منذ أكثر من ستة وسبعين عاما دهمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا في وقت متاخر من مسائي الثلاثاء لإلقاء القبض على عشرة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وتفكيك خيام الاحتجاجات المقامة في حديقة الجامعة منذ نحو صبوهين وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن القوات أخلت الحرم الجامعي من المحتجين في غضون ثلاث ساعات وألقت القبض على العشرات منهم فيما أصدرت رئيسة والجامعة رسالة طلبت فيها من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي لغاية السابع عشر ماي أي بعض التخرج حفاظا على مواصفته بالنظام وضمان عدمه إعادة نصب خيام الاحتجاجات اعتقلت قوات الاحتلال الأسراري من مساء الثلاثاء إلى صباحة اليوم عشرين مواطنا فلسطينيان على الأقل من الضفة الغربية بينهم طفل ومعتقلون سابقون وفادت هيئة شؤوني الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان في بيان صادر عنهما الأربعاء بأن الاعتقلات توزعت على محافظات الخليل قلقيليا بيت لحم رمالة طباس نابلوس صريحة والقدسة وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل واعتداءات بضربية المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وبلغت حصيلة الاعتقلات منذ السبع من أكتوبر أكثر من ثمانية ألاف وخمسمات وخمسة وثلاثين معتقلا اشتركوا في القناة أخبارنا متواصلة وفي موضوع آخر نشرت جماعة الحوثي مشاهد فيديو تواثق لحظة استهداف طائرة مسجرة لسفينة شاحن سيكلديز في البحر الأحمر وكان المتحدث والعسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن في وقت مسابق استهداف السفينة بسبب ما قال إنه انتهاك لقرار الجماعة بحظر مروري الصفن إلى الموانئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرا إلى أن السفينة استخدمت التمويه والخداع بالدعاء توجهها إلى ميناء آخر بينما كانت قد وصلت إلى ميناء أم الرشراش نهاية أذريل الماضي نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله فيما نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة سيك لايديز في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وبعدد من الطائرات المسيرة استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة ميسي أوراين الإسرائيلية في المحيط الهندي أكد المرصد والمغربي لمنهضة التطبيع أن الصهيونية قد اخترقت كل المجالات في المغرب وأحكمت قبضتها على القطاعات الحساسة وباتت تستهدف حاليا المناهج التربوية وقال رئيس والمرصد أحمد وحمان أن الاختراق الصهيوني للمشالية التربوي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ تستهدف الصهيونية النشأ والجيل القادم من خلال التحكم وكذا توجيه المناهج التربوية وفق معتقداته الخبيثة على حد وصفه من جهته قال رئيس والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبدالصمد فتحي إن التطبيع التربوي من أخطر أنواع التطبيع لسهدافه وجداناً ناشئة وأسعيه لغسل عقولها من خلال قلب الحقائق وتزوير المعتقدات دعت الجمعية المغربية لحقوقي الإنسان الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي لتوحيدي النظال لصدية الهجمتية الشرسة ضد الحق في العملية النقبي وإجهاز المخزن على حقوق الطبقة الشغيلة ولمواجهة الاستغلال والاستبداد وقمع الحريات وقطع الأرزاق وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة العيد العالمي للعمال انخرطها في كل فعل نظري يهدف إلى اشتثاث الفصاد والاستبداد واستئصال جذور الظلم والقهر الذي تعاني منه طبقة والشغيلة في المملكة المغربية وأبرزت أكبر جمعية حقوقية في المغرب خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق العمال وجسامة ما تشهده الحرقات النقبية من تضييق ومحاربة خصوصا الحق في الإضراب مشددة على ضرورة العملية الوحدوية للنقبات العمالية سجلت الجمعية استمرارا وتصاعد الخروقات السافرة في حقوق العمالي فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين وطرد المسؤولين النقابيين والعمال المضربين بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون للتخويف من العمل النقابي في موضوع آخر أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونسكو عملياتها في إقليم جنوب كيفو بعد وجود استمر 21 عاما وقالت مونسكو في بيان إن انسحابها من إقليم جنوب كيفو يأتي تنفيذا لقرار أعلن سابقا بناء أو أعلن سابقا بناء على طلب كينشاسا وبموافقة مجلس الأمن الدولي مضيفة أن فريقا من الموظفين المدنيين فقط سيبقى في هذا الإقليم ليكون مسؤولا عن العمل في المرحلة الانتقالية بالبلاد بهذا نصل مشاهدين لختم الموعد الإخباري نشكركم على المتابعة في مانيلا ترجمة نانسي قنقر